اهلا بكم من جديد ببرنامج ساعة الصباح ايام قليلة تفصلنا عن رنين عياد الميلاد المجيدة ورأس السنة الميلادية والاغلبية بحب زين بيوتهم بهذه المناسبة شجر والوان كان احمر اخضر دهبي البعض يقول لك لا انا بحب تكون شجرتي بيضة البعض بقول لك وحب اندخل الوان عديدة ومتنوعة رح يكون معنا مصمم الديكور سوفيان النمرون متخصص بهذا المرجان اللي حدثنا عن الالوان وحدثنا عن كل سنة تختلف زين تشجرة عن السنة اللي قبلها فلناخد معلومات اكثر رح يكون معنا سوفيان النمر اهلا وسهلا بك سوفيان انا فيك صباح خير وكل عام انت بخير وانت بخير وجميع بقالب خير قبل ما نبلش فيه انا شكرك يعني هي هدية اليك وكان فيه كمان واحدة لزميلتك بس حمد الله على سلامتها الله يسلمك طبعا هدية صغيرة من ازهار تل الورد شكرا الله اليك وكل عام انت بخير ودائما انا بكون مبسوط لما بكون معكم بالعكس هذا الشرف لألنا سوفيان حدثنا عن زينة السنة للعياد الميلاد والالوان تعرف من سنة سنة بتختلف ناس يقول لك انا بحب مش الاحمر والذهبي بحب الوان ثانية تحدثنا هلأ هو الألوان الأساسية للكريستنس اللي هي الأحمر والذهبي كنا متعارفين عليه يعني شو ما غيرتي ألوان بترجع بالنهاية لأحمر والذهبي هاي هي الأساسيات الأساسي كمان إنه تكون الشجرة خضرة هلأ من سنتين يعني من الجديد من كم سنة إلى هلأ صار يطلع الشجرة الأبيض هلأ هي موضة وبتروح فبيضة عنده في اليوم يعني بدك ترجع للأخضاء فدائما بيسألون مثلا العرسان الجداد إنه إحنا عرسان الجداد شو نشتري فالنصيحة دائما إنه تكون الشجرة خضرة والزينة للجداد للعرسان الجداد أو بيت جديد تكون ذهبي وأحمر الحجم الشجرة سوفيا أنا أقول لك أنا أحب مسان شجرة كثير كبيرة فلاس بأحب صغيرة زمان كنا لما نجيب الشجرة نركب على الأحرف A B C D للأخير هلأ شو صارت قطعتين بس تفتح زي الوردة بزر تساهلوا عنها الناس أو المحتفلين بهذه الأعياد حجم الشجرة على أي أساس نحنا نختاره ووجد تختلف من بيت لبيت لعيلة لعيلة قلنا هلأ هي بتختلف حسب المساحة اللي أنت مخططة أنك تحطيها وين تكتحط الشجرة فعادة الناس بتختار زاوية بتكون قريبة من الشباك على أساس أنها تبين لبرة بدك بالأول تشوفي ارتفاع السقف هلأ أغلب الناس بتكون ساكنة بشؤة فارتفاع الشؤة عادة بيكون متران وثمانين لثلاث أمتار فأنت بدك تكون شوية مسافة تركة مسافة بين الشجرة والسقف إضافة إلى أنه الشجر مو بيجي أنواع قطر الشجرة بدك تقيسي المساحة اللي أنت عملتها وتختاري قطر الشجرة هلأ أنت حكيتي عن الشجر اللي بيفتح بيكون ثلاث أجزاء وبيفتح هذا بيسموه الأمبريلا بيفتح مثل الشمسية هلأ أنا مش كتير بنصح في هذا الشجر ولا أنا ما بيبه كتير صراحة هو أنا شوفي شريته قبل ست سبع سنين فاللي بيصير إنه هدول القاعدة اللي عليها الأمبريلا بلاستيك ما هو هلأ الصين ما خلت شيء هلأ الصين هي كل شيء هلدت هي وقفت على الشجر بالضبط فمع المدة ومع الزينة بتكسر صح كمان بما أننا حكينا على الزينة دائما بنصح أنا بلاحظ مشكلة إنه الناس بتشتري القطع اللي بيكون وزنها تقيل فكل ما شريتي انت قطع وزنها أخاف كل ما كان أحسن للشجرة بتضاين عندك الشجرة أكتر طب في مرات نوعية الشجرة تحس زي النايلون يعني مش مبين طبيعي كتير هلأ بيش هلأ بيقولك هو بيضاين أكتر من مثال بيضاين أكتر بصعب يتزاين قولي بصعب يتزاين فقط صعب يتزاين وحتى بتحسه مش طبيعي يعني بتحسه هو بتحسيه مش طبيعي لأنه ألوانه بتكون شوية بتحسيه متل كياس النايلون أبزا هذا بيسموه الباين هذا يعني ممكن أحيانا إذا كان لونه غامئ وإذا كان بيعطي مساحة بالشجرة بتكون معبية فبيعطيك الشكل من بعيد حلو صح بس لما تيجي انت بتكت زيني بتنصدمي أنه صعب جدا أنك تتبتي عليه الأشياء يعني أنا هلأ بس أخلص من هون طالع عندي شجرة الثاني الماضي أنا كنت عاملها فمن مبارح لليوم أنا بفكر أديش هي صعب أنك تحطي عليها الأشياء لأنه ما في راس للعرق عشان تحطي عليه صعب أنك تتعجيه فنصيحة لكل الناس اللي بدهم يشتروا يشتروا البي في سي اللي هو الورق العادي مثل الشجرة اللي عندك مثل الشجرة اللي عندي هدولا الباين الأبار هلأ شكلهم ممكن بيكون أجمل بتلفتك أكتر بس تزينيه كتير صعب كتير صعب في معنا فيديو خلينا نشوفه تحدثنا عن هذا الشجرة ذهبي وأحمر هاي الشجرة ذهبي وأحمر هاي شجرة كلاسيك بيت الكابتن خالد النمري طبعا لأصبح عليهم هم من الدعمين الرسميين إلي نحن نصبح عليهم ونحكيرهم ونسلمين هو لكون والدها خوري والدها يعني رجل دين فهي متقيدة جدا بألوان الكريسمس تحكي لك أنا الكريسمس بالنسبة لي أحمر ودهبي مع المغارة هو هذا الصح هو هذا الصح وهذا الكلاسيك هي تطلع من الشجر اللي ناعم جدا بعدا في ناس لسه بتكون محافظة على وجود المغارة يعني أغلب الناس أنا شخصيا ما بعمل مغارة عندي بالبيت يمكن لأنه ما عندي مساحة بس هو أساس الميلاد هو المغارة فالطريقة التزيين كانت كثير حلوة إضافة إلى أنه جمعة الناس اللي بيكونوا موجودين بالبيت هلا كل حدا موجود بالبيت بيعطيك من روح للشجرة بس في هون شغلة أنا دائما يعني متعارف أنه لما أنا بروح أزين شجرة عند حدا أنه أول شيء ممنوع يكون أطفال موجودين جنبي ممنوع منع بات تكون ستة البيت يعني إذا بدأ أجي عندك ممنوع أنت تكوني بالبيت خلص طبا هذا أزين لحالي مرات بقول لك لو تحط هون مثلا أحلى لو تحط هون أحلى أديها بدايق مثلا الشخص المتخصص بمثلا تزين أو الدكور بشكل أو أخر هذا الحكي ممنوع عندي لأنه أساسا ممنوع يكون حدا موجود لما أنا بزين أوك بتحب خلص لحق يعني إلك الوقتك برؤيتك أحيانا منسجمي بي مثل ما تكوني أنت عم بتقدمي بالبرنامج وحدا يحكي معاك أنه بيقصد تفكيرك صحة مرات عرفتي هذا اللي بصير أنا بحبي كون الناس موجودين ونشرب قهوة وهيك بس مثلا باخد بريك وبرجع فأنا أحب حدا يحكي وأنا بشتغل لأنه بيقطع تفكير توقف لسلسلة أفكارك بالضبط مثلا ما تيجي تحكي لك سبت البيت أو مثلا أصحاب البيت إحنا حبين شجرتنا كذا وكذا وكذا أكيد فقط هذا شي طبيعي يعني خلص طلعه برا أي حدا أنه بديو يعمل الشجرة مثلا بيتواصل معي أو مع مهند بقعين اللي هو شريكي بمحل الأزهر كمان هو فنان مبدع يعني الصور اللي رح نعرضهم هم شغله وشغلي كمان أوكي بدي أصبح حاله هو هلا عم بحضرنا نحن نصبح حاله كمان دائما بس حدا يحكي معنا أنا بدو زين شجرة منطلب صورة شجرة السنة الماضية أوكي لحتى أنا أعرف مثلا قديش حجم الشجرة اللي عندهم شو نوعية الزين اللي عندهم لحتى كمان أشوف أنا شو الأشياء اللي ناقصة أكملها أنا من عندي يعني السنة دخلت مثلا الخشب دخلت الربون بطريقة مختلفة الشبر يعني الناس المتعرف عليه أنه الشبر يحطوا إما بالورب أو شي فأنا دخلتوا بشكل لف السنة زوفيان ما بتكلف أهل البيت كثير يعني بتستخدم زينتهم القديمة يعني ما بتشرط لا أكيد ما بشرط لأنه أحيانا بيجيكي ناس مثلا بتكون ستة البيت مثلا تعبانة عندي عملية بنتها بس حدي ساعدها صح وفي ناس بتكون إمكانياتهم المدية ما بتسمح إنه إنهم يشتروا شي جديد كل سنة فأنا بدي أتأقلب مع الأشياء الموجودة عشان هيك بطلب صورة الشجرة تاعت السنة الماضية عشان أنا أعرف شو الأشياء يعني الأشياء الطبيعية لما أنا بجيب مثلا عيدان خشب مثلا ما بتكلفني كتير يعني في شجرة كمان عملتها أنا دخلت فيها الشرائح البردقان المجفف مثلا أوكي حلو يعني فيه أشياء بتطلع حلوة إنت تستغلي شو الأشياء الموجودة عندك بالبيت مبارح مثلا كنت عند بيت المهندس سامح النمري كمان يعني هم تركوني لحالي بالبيت أوكي إنت شو كلك أقول ما بتحبس أردقان تركوني لحالي بالبيت فأنه أنا أتطلع الإيت فازا فيها ورد حسيته أحلى من اللي موجود مع الزينة فروح قلت واستعملته طيب في معنا صور كمان سوفيان رح نشوف هلأ ونعلق على كل صورة بصورتها تمام لو خلينا نتحدث كمان هلأ بموضوع تاني موضوع إنه مثلا بقولك أنا لما بدي أعمل شجرة عيد الميلاد إنت هاش تخلفني يعني إحنا بتعرف الأوضاع الاقتصادية شوي صعبة ممكن نقدر نعمل مشغولات أدوية من البيت ونزين فيها شجر يعني أنا نشوف من أسلا نقدر نعمل بالتبعون الصنوبر مثلا نزينهم ونحطهم الخيش نقدر نعمل فيه لونه مثلا بالأحمر والأخضر تحدثنا هلأ اللي بحب يشوف الأشياء الهاند ميد يعني أنا هلأ رح أكون موجود بمطرانية الروم الكاتوليك بأم السماء رح أكون داخل فيها أشياء كتير هاند ميد الأشياء الهاند ميد يعني أنا استخدمت مثلا ورق الجرايد عملت منه الطابات وموجود هلأ إذا بعرضوا للشباب الصور فيه صور موجود فيها طابات الهاند ميد أنا عاملها من الجرايد ممكن إحنا نستغل الورد الصناعي اللي موجود عنا بالبيت بس مجرد انك مثلا تغيري لونه ترشيه ممكن نستخدم هذا الورق اللي إحنا منلوف فيه الورق فيه منه ألوان كتير حلوة ممكن ينعمل منه وردات وينحطوا على الشجرة فيه كتير أفكار حتى مثلا الأشياء اللي مجفف اللي اللي مثل هذول أنا بجففهم وبرجع باستخدمهم على هذول آه والله أوكي يعني فيه نبات اسمه الفيكاس كتير استخدمته السنة وهذا الأكوليبتوس كمان كتير حلو بيطلع لما انت بتنش فيه بترشيه مثلا خلينا نقول سيلفر أو قول ففيه أشياء سهلة ورخيصة سوفيان اش السنة مش دارج نهائي مع شجرة عيد الميلاد والزينة السنة اللي مش دارج أنا عم بشوف الناس عم ترجع للدهبي حتى أنا استخدمت البرونز البرونز مع الفضي كتير حلو بطلع البرونز ما كان دارج بس ما بعرف كيف خطر لنا كنت قاعد أنا ومهند وبيقولي بنا روح نعمل الشجرة عنده بالبيت فشو الألوان قال لي جعبالي برونز البرونز بده لون تاني يكسر حدته فحطينا معه فضي وأبيض الشي اللي مش دارج انك تختاري اللون الأخضر مثلا طابة خضرة والشجرة خضرة اوكي بدك أنت تختاري مثلا إذا الشجرة أبيض ممكن الدخلي فيها أخضر صحيح يعني عشان الشجرة تبين وفي ناس بتقولك إنه أنا بدي الشجرة متناسقة مع لون البيت هذا غلط غلط؟ غلط اوكي حلو شكلك أنت بتتبعي هذا الاشي صحيح؟ يعني نوعا ما لا هلا مثلا مش منطق إذا أنت كنبياتك مثلا أسود تدخلي اشي أسود على الشجرة مع إنه في زينة أسود أنا شفت السنة زينة أسود صعب الفرح إنه بالأعياد صعب تحط أسود؟ أكيد وخاصة بالكريسماس يعني الكريسماس من الأشياء اللي بتجيب البهجة مع الضو بما إنه عم نحكي عن الضو ملاحظة كتير مهمة لما الناس بتعمل الشجرة لازم يكون الضو لون واحد حتى لو الشجرة ملونة فدائما خلينا روح للون الأقوى أو الأجمل اللي هو الأصفر الصحراوي مع الأصفر مش الأحمر؟ لا الأحمر بعتم شوي على الشجرة حتى لو كان كله اللي مثلاً أحمر وذهبي بزيدش من البريق الشجرة ومحس في مرات شجر إليها بريق من الله شكلك أنت مخبصة بالشجرة بصراحة لا لا بسيك بس مرات بتلاقي أنا ما بحبش عاجلة الألوان صراحة يعني هيك أكون صريحة وأنا مش مع مثلاً بحط سنة نهدي وسنة زاهر أحمر وذهبي أنا بحب أحمر وذهبي خلص أنا متعارف عليه وعودتنا عليه أمي وخلص كيف شوفنا الشجر فقدي بتشوف أن مرات تدخل الألوان بعطي أشقع يعني بخرب الروح؟ إذا كان محطوط بطريقة صح وموزع بطريقة صح بطلع حلوه يعني زمان أنا بتذكر وإحنا صغار كانت شجرة كلها ألوان بس حسب أنت ما تحط الألوان مع بعض يعني كنا نحط أحمر وذهبي وزهري وأصفر وأخضر كله يطلع حلوه بس تكوني أنت موزعيتهم صح هلأ الطريقة اللي دارجة أكتر أنه مثلا أنت تعملي الطابات مش تخليهم نازلين تعمليهم مجموعات ثلاثات يعني كل ثلاثة مع بعض هلأ إذا بعرضونا الشباب بالصور يبين أنه ثلاثات لما بتعملهم مجموعات بيكون أحلى طب أسأل كمان سؤال في مثلا بعض البيوت بيقول لك مثلا على قمة الشجرة بدأي حط ملاك ناس بيحط نجمة الجديد هلأ صار يحط العروق حطت أنا دخلت ماذا أنت بتشوفه مناسب؟ الشي الأساسي القاعدة الأساسية أنه إذا أنت عاملة مغارة بدك تحطي نجمة يعني هذا الشي لأنه هي النجمة اللي درلت الرعاة على مكان المغارة إذا أنت حطت مغارة إجباري بدك تكون في نجمة حلأ العصي اللي أنت كنت حطيتهم السنة الماضية كانوا حلوين حلأ أنا استخدمتهم السنة بس أنا ما حطت من هؤلاء العصي اللي بيكونوا كلهم غلتر دخلت بينهم بيجوا مثل كيل دخلت فيهم عيدان خشب بيطلع حلوه حتى مع الملاك بالدخل العيدان بيطلع حلوه هو ما في قاعدة ثابتة فيه ناس بتحط مثلا حمامتين على راس الشجرة أنا شفت الملاك عن دارج السنة الماضية الملاك دارج من سنتين ثلاثة بس ما كل الناس بتحبه حسب الكواليتي هي الصين ما خلت شي فأنت إذا بدك ملاك يكون حلو بدي يكون تمانو حلو برد مبلغ وقدره فلا النجمة أرخص والنجمة هي أساس يعني أحدا متعودين أنه خلص تحديدا نح تحدث عن الكواليتي يعني إحنا مرات نشوف الطابة الوحدة الوحدة حقها ممكن عشرين دينار وممكن تشوف مجموعة بدينارين فكيف بدنا نزين شجرتنا بأقل التكريف بس ما بدنا تبين تشيب أو مثلا لوكولتي لا ما في شي ببين تشيب إذا أنت عرفت تحطي صح يعني أنا مثلا على شجرتي بالبيت ما بس تخدم أشياء غالية يعني أوكي مثلا ممكن يكون أنت الدخلي بالشجرة تطعميها بإطعة أو إطعتين أو ثلاثة حلوين يكونوا مرتبين والباقي إطعة من العاديين اللي تمانهم مقبول هذول اللي بيجوا ستة مع بعض ستة مع بعض أو حتى في اتناعش مع بعض إذا أنت دخلتهم بطريقة صح ما ببينو وحاولي أنه مثلا تحطي زينة من جوة بالأماكن اللي فيها فراغات خاصة إذا أنت حط الشجرة عند الشباك لأنه على المدى ببين الفراغات الشباك بيفضح الشجرة صح صح أدي في بعض الشجر موجودة إضاءة منها وفيها وفي فترة من فترات أصغر منها لا بقول لك شبكة ترمي الضواو شبكة هاي الشبكة أنا ضدها 100% لأنه مش حلوة بتخنق الشجرة وبتضلل الأسلاك مبينة هلا الشجر اللي بيكون مضوي جاهز هلا بالأردن أنا صراحة لحد الآن يمكن شفت محل أو محلين جايبين منه هو موزع بقاعدة هلا هو في قاعدة لتوزيع الضو بديك تقيسي قداش ارتفاع الشجرة كل قدم بالشجرة بديه 100 لمدة بمعنى إذا الشجرة ستة قدم هاي طلعت بدها الدراسة شبكة تتمل شجرة بدها اختراع ضرة طلع يعني هي شوفي أساسيات وهذا هي بتصفي على النظر إنه أنت بتشوفي هلا إذا الشجرة ستة قدم بديك تحط عليها على الأقل ستمية ضو يكونوا موزعين صح بتبلشي توزيع الضو من جوة لبرة بمعنى إنه الأسلاك ممنوعة بالنسبة إلي الأسلاك ممنوعة تكون مبينة بالله يعني بجد طلعت الدراسة وذلك تمام شجرة ومعنى أنك تحطي ضو من وراء كمان كمان ممكن تدخليها بنصف الشجرة من تحت فبتعطيك الضو لفوق تعطيك إضاءة لفوق أو تحطيها مثلا على قاعدة وراء الشجرة تعطيكي برضو إضاءة وبتساعد إنه الشجرة تكون شايني أك ما بتحب الطبات الأزاز بالتزيين؟ مش كتير بحبهم مع إنه من يومين كان عندي شجرة كان فيها كتير كريستال بس هدول مشكلتهم إنه بتحسيه شفاف هو شفاف وبعدين إله وزن أنا دائما بميل للزينة اللي وزنها خفيف يعني ما بتنزلك هروق الشجرة لتحت فبتضل إنه محافظة على الشيب الشجرة محافظة على شكلها سوفيا يعني كتير نبسطنا بتواجدك معنا اليوم يعني ناخد هذه الأفكار بالنسبة لزينة الميلاد والكل بزين الأغلبية حتى وإذا كان عندو صغر بي لوح بشتج جرده صغير وبزينها بالبيت عشان نعطي الفرح وهذه البهجرة للأعياد يعني إن كان عيد الميلاد وإن كان رمضان وعيد الأضحاصات هناك تزين يعني عطوا هذه الأفكار لكل بيوتنا حتى نفرح لصغار لأنه هو العيد للأطفال والعيد للجميع يعني الله يبعث السلام لبلادنا ونظن نحتفل كل سنة بجميع أعيادنا وجميع أفراحنا لنشكرك سوفيان ويحب يتزين له شجرة وكيف بقدر يتواصل معك على صفحة المحل أزهر وغاليري تل الورد روزهيل فلاورزاند غاليري وأكيد أنتوا كمان ما بتأسر يعني أي حدا ممكن يتواصل معكم طبعا طبعا منتشرف يعني بدنا نشكرك كمان مرة على الورود إلي ولي زميلتي ونشكرك عتواجدك معنا أهلا وسهلا فيكو كل عام وانتب خير